من نسبة الأسعار يوم بالكويت طبعاً منخضة نعم وحنا قاعدين يشوف يعني وقاعدين نلمس الشي هذا والجميع قاعدين يشوفوا أن السوق فيه نزول بس مو نزول طبعاً نزول الانهيار داخل السوق يعني السوق نزل عشرين خمس وعشرين بالمية على يعني أماكن ما أماكن خمسة عشر أماكن عشرين أماكن ثلاثين بالمية بس ما نزل خمسين بالمية اللي يصير فيه انهيار داخل السوق والسوق متماسك يعني اليوم حنا نشوف طبعاً هذا كلها تصحيح اللي قاعد يصير النزول هذا شي طبيعي والنزول مو أول مرة ينزل السوق السوق نزل يمكن يعني أنا بخبرتي يمكن ثلاث مرات نزل السوق ويانا ينزل السوق ويطلع يتعافى المرة ثانية بس طبعاً في ناس التألم إذا نزل السوق إن السوق نازل السوق نازل وفي ناس تابعي إن السوق ينزل كل واحد لها مصلحة بس نزول هذا الآن اللي موجود فيه هل هو مرحلة من مراحل يعني تأثر سوق العقار وسيرجع مرة ثانية صحة يرجع السوق العقار يرجع وشوف طرح بالنسبة للسوق العقار مو بس في الكويت في العالم كله ينزل العقار ويرد يطلع العقار ما عليه خوف العقار يعني اللي حنا شفناه مو بس في الكويت الكويت وكذا مكان يعني بدون تعدد يعني البلدان اللي نزل فيها العقار العقار ينزل ويرد يطلع مرة ثانية يصير فيه طلبات يطلبون الناس يصير فيه عروض يصير فيه طلبات يعدل وضع السوق ونحن قاعدين نشوف اليوم السوق بالعكس يعني يعني شي طبيعي إنه ينزل ليش لازم ينزل السوق السوق ارتفع ارتفاع مو طبيعي الارتفاع في السوق وطبعا نتالى مو بس للسوق الكويت اللي ارتفع يعني لو تروح أي مكان كل سواقها ارتفعت مو بس للكويت لو هذا شي طبيعي بدام فيه طلب إذا فيه طلب وفيه مال يرتفع ترتفع السلعة السلعة مطلوبة ومرغوبة وفيه فلوس لازم ترتفع وياها